السلام عليكم مرحبا بكم إخواني في درس جديد على قناتكم استفهم عام اليوم إن شاء الله سأشارك معكم نيتشات صيفية مربحة زائد مجموعة من الكلمات المفتاحية التي قمت بإنشائها خصيصا لكم أحباي وهي مرتبة وستجدون معها كذلك إحصائيات وكم لاحظا إخواني فأي شخص يستطيع أن يجد هذه النيتشات لكن يجب أن تفكر أولا وكأنك أنت من سيشتري هذه الكتب فهذا مثلا فصل الصيف إذن هناك من سيحتاج إلى كتب خاصة بالتخيم أو الأنشطة المرافقة للتخيم وكذلك هناك من سيبحث عن كتب خاصة بالصيد والسباحة والعديد من الهوايات التي تنشط خصوصا في فصل الصيف والآن أنت سوف تستهدف فئة من هذه الفئات المذكورة وستقوم بالتجسس على المنافسين هل كتبهم تباع في هذا النيتش وهل النيتش تتحقق فيه الشروط التي قمت بذكرها سابقا في فيديوهات سابقة حول النيتش المربح؟ وعند تحقق هذه الشروط يمكنك البداية وإنشاء كتاب أو كتب مشابهة وإن شاء الله مع القليل من التركيز والعمل ستحقق العديد من المبيعات ما عليكم إذن سوى أخذ النيتش وإنشاء كتاب منافس واخدوا وقتكم لأن النجاح يأتي بالعمل المتقن والمركز وليس بالكم كما يتخيل العديد من الأصدقاء فأنا أفضل أن أرفع كتاب في أسبوع ويكون كتاب جيد من ناحية الغلاف والمحتوى والكلمات المفتاحية والوصف على أن أرفع أربعون كتابا في اليوم عشوائيا دون أي فائدة إذن إخواني أول نيتش هو سامر برينكويست إذن إخواني لاحظوا معي ريزولت هنا 104 وهذا جيد جدا خصوصا أن الصفحة الأولى بها مبيعات كبيرة واللاحظوا معي إخواني في 2021 إذن هذا يعتبر نيتش جيد جدا اشتغلوا عليه إن شاء الله سوف تجدون نتيجة جيدة ثم النيتش الثاني هو سامر سينز كورنين بوك وهذا نيتش جيد كذلك لاحظوا معي 509 كريزولت يعني نتيجة جيدة جدا وكذلك في الصفحة الأولى هناك مبيعات إذن هذا نيتش مربح اشتغلوا عليه كذلك ثم آخر نيتش هو سامر كومب جورنل ميموريز 2021 هذا النيتش فهو جيد كذلك يحقق مبيعات في الصفحة الأولى إذن فهو ممتاز لنا إخواني إذن هذه هي ثلاث نيتشات الصيفية المربحة وهنا الملفات التي سأقوم بمشاركتها معكم إخواني فهذا الملف خاص بالإكسل بجميع الكيورد قمت بترتيبها من الأعلى إلى الأسفل يعني حسب الايكيو سيربيرو كما قمت بشرحه سابقا فكلما كان مرتفع إلا وكانت هذه الكلمة مربحة ومربحة جدا إذن هذه مجموعة من الكيوردز يمكنكم الاستفادة منها إخواني لكن كملاحظة إخواني هذه الكيوردز يجب أن تقوموا بوضعها بعناية فأنت مثلا كنت تتحدث عن كتب البازل أو الزاكتيفتي بوكس الخاصة بالأطفال فليمكن أن تضع شيئا آخر أو كلمة مفتاحية أخرى لا تندمج في نفس السياق فمثلا كتب التلوين ليست هي كتب البازل إذن حاولوا أن تمتبئوا لهذه النقطة إخواني ثم هنا سأريكم ملف آخر كذلك هذا الملف فيه النيتشات ثلاثة النيتشات التي قمت بشرحها في هذا الدرس سوف تجدونها في وصف هذا الفيديو ولأن الموقع الخاص به مشاكل قمت بتحميلها في المجموعة الخاصة بنا في الفيسبوك ما عليكم سوى الاندمام والاستفادة منها وكم لاحظة فهذه المجموعة مستقبلا هي التي سوف نقوم برفع فيها جميع الملفات والهدايا الخاصة بالمتابعين الأوفياء الخاصين بقناة استفهامها إذن إخواني وصلنا إلى نهاية الفيديو إن أعجبكم الفيديو قموا بالضغط على إعجاب وشاركوا الفيديو مع الأصدقاء لأن هذه المشاركات وكذلك الإعجاب الذي تقدمه لنا هو الذي يجعلنا نعطي أكثر وأكثر ونبحث دائما على المعلومات التي ستفيدكم منخصة ومركزة وإن كانت هذه أول زيارة لك أخي أختي للقناة فلا تنسى الاشتراك وتفعيل الجرس وصلك جديدنا أول بأول